في الشأن الاقتصادي طالب 16 برلمانيا باستجواب رئيس الحكومة معين عبد الملك بشأن انهيار العملة التي تشهد تراجعا غير مسبوق في تاريخ اليمن وتقدم النواب في رسالة موجهة إلى رئاسة البرلمان بطالب استجواب لرئيس مجلس الوزراء بشأن تدهور وانخفاض سعر العملة وضفت الرسالة أن تراجع العملة دائل تدهور الاقتصاد وغلاء الأسعار ومضاعفة معاناة الشعب اليمني